السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابط الصف السادس والنهاردة ان شاء الله هعمل لكم الاول مراجعة للجرامر كله وبعدين نبدأ نحل اسئلة يونت ناين خلاص اول حاجة لازم نعرفها في الجرامر بتاع يونت ايت فربي تو بي عندنا فربي تو بي له شكلين شكل في المضارع بريزنت وشكل في الماضي اللي هو ايه باست في البرزنت بيكون ليه تلات اشكال ام او از او ار وانا كنت حكيت لكم حكاية الشبسي اللي كانوا عايزينه اي وهي وشي وات كانوا عايزين شبسي فربي تو بي قالوهم كل واحد يقول لي هو عايز شبسي بطعم ايه فاي كان عايز شبسي بطعم الام هي وشي وات شبسي بطعم الاز وي وي وزي شبسي بطعم الار اي شبسي بطعم الام هي وشي وات شبسي بطعم الاز وي وي وزي شبسي بطعم الار خلاص اما فيربي تو بي في الماضي ليه شكلين بس اللي هو ووز او وير ووز او وير ووز بتيجي مع مين؟ مع آي وهي وشي وإت وأي سنجلر أي اسم مفرد أما وير بتيجي مع وي وي وزي وأي بلورال يعني أي اسم جمع طيب إحنا يمس هنحتاج فيربي توبي ده في قاعدة إيه؟ في قاعدة كان أو كانت وكود وكودنت كان يستطيع كانت لا يستطيع كود استطاع كودنت لم يستطيع يعني في الماضي ما استطاعش في الماضي زي ما أنا كدبالكو كده كانوا كود بيجي بعدهم مصدر وكانت وكودنت بيجي برضو بعدهم المصدر كانت وكودنت يعني ما استطاعش يبقى عندي كان يستطيع كانت لا يستطيع كود استطاع كودنت لم يستطيع هما الأربعة بيجي بعدهم في المصدر المصدر يعني أي يا ميس؟ يعني الفعل بدون أي أضافات يعني الفعل من غير S من غير ES من غير ING من غير AD من غير حاجة خالص الفيرب بدون أي إضافات اللي هو المصدر طيب بنستخدمه من دول في قاعدة إيه؟ قاعدة وين يعني إيه وين؟ وين يمس معناها متى؟ صح كده معناها متى؟ بس كمان ممكن تيجي بمعنى رابط اسمه عندما مش متى بس يعني وين ليها معنى عندما ومعنى كمان متى؟ يبقى احنا النهاردة هنستخدم وين بمعنى عندما عندما يجي بعدها إيه وين؟ وبعدهم فاعل فاعل اللي هو إيه الفاعل؟ اللي هو واحد من الخمسة دوء السبعة دول اللي هو إما آي أو هي أو شي أو إت أو وي أو يو أو زي هو ده الفاعل أي واحدة من دول هييجي بعد وين؟ خلاص؟ طب وناء على دول هختار بعد كده هييجي وز أو وير يعني لو كانت آي أو هي أو شي أو إت يبقى هنبقى بعدها وز لأ وي أو يو أو زي هيبقى بعدها وير بعد وز ووير هييجي كلمة لتل أو يونج يعني صغير الجملة النص الأولاني كده هيبقى معناها لما كنت صغير أو لما كنا صغيرين وبعدين كما دي عشان أربط ما بين الجملتين دي جملة ودي جملة بس مش هبدأ الجزء التاني من الجملة بحرف كابيتل عشان كده إحنا ربطنا بالكما خلاص بعد كده فاعل هو هو نفس الفاعل اللي أنا جبته هنا بعديه على طول هيجين يا إما كد أو كدنت يا كد يا كدنت وبعد كد وكدنت قلنا هييجي إيه؟ هييجي المصدر يبقى وين فاعل ووز أو وير فاعل كد كدنت مصدر وين فاعل ووز أو وير نحية التانية فاعل كد أو كدنت مصدر طيب نشوف جملة جملة مثلا بتقول لي وين اي ووز لتل وين اي ووز لتل لما كنت صغير وين اي ووز لتل كما اي كد بيل بيل يعني يقشر ان اورنج لما كنت صغير كنت أقدر أقشر البرتقانة خلاص ادي وين اي ووز ادي اي خدت معاها اي ووز اي كد كد يجي بعدها مصدر وين اي ووز لتل اي كد بيل ان اورنج طيب انا هقول لكم على فكرة حلوة قوي لو لقيت هنا ام او از او ار هختاري الناحية التانية يا اما كان يا اما كانت طيب لو لقيت لو لقيت هنا ووز او وير هختار كده هنا يا اما كد او كدنت يبقى دية في سؤال اختياري احفظها كويس خالص لو لقيت ووز او وير هختار الناحية التانية كد او كدنت عشان دولة ماضي انا لا بتكلم اجيب نص الجملة ماضي يبقى اجيب النص التاني برضو ماضي لا اتكلمت جبته نصه مضارع يبقى اجيب النص التاني برضو مضارع لو لقيت ام او از او ار هختار كان او كانت لقيت ووز او وير هختار كد او كدنت ده الجزء الخاص بجرامر يونت 8 طيب تعالوا نشوف جرامر يونت 9 جرامر الوحدة التاسعة بيتكلم عن ايه الجرامر بتاع الوحدة التاسعة بيتكلم عن حاجة حلوة خالص خالص بيتكلم عن البلاد اول شيء هي اليونت كلها بتتكلم عن الدول والبلاد انا لو سفرت بلد وعايزة اسأل اللي سفر البلد دي قعد فيها قد ايه هستخدم هنا يونت 9 هستخدم ايه لما حب اسأل حد كامل مدة اسمها هاولونج هاولونج يعني كم المدة هاولونج كم المدة طيب هاولونج دي بيجي بعدها ايه بيجي بعدها ماضي انا كنت في المكان ده يعني هيجي يا اما واص او وير بعد هاولونج هيجيان يا اما واص او وير زي ما قلتلكم ان واص ووير وام واس وار مهمين جدا المرة دي بير بتو بي مهمة جدا أعرف من يجي مع وص ومن يجي مع وير. نراجع ثاني ونقول اي و هي وشي و ات واي اسم مفرد هياخد ووز. اما وي وي وزي واي اسم جمع هياخد وير. خلاص طيب ووز او وير. وبعد ووز ووير هيجي طبعا الفاعل. بعد ووز او وير هيجي الفاعل. معناها ايه الجملة دي؟ معناها كم مدة كم المدة اللي انت بقعدتها هناك. هاو لونك ووز هي زير. هاو لونك اهو جملة. هاو لونك ووز هي زير. كم المدة التي بقاها هناك. هو قعد مدة قد ايه هناك. هاو لونك ووز هي زير. هاو لونك ووز هي زير. خلاص كده. طيب نرجع نكمل الباقي اللي يورد. هنا هناخد عندنا برضو كلمة وين. يعني ايه وين? يعني متى. وين وهيجي بعدها دد. ده سؤال في الماضي. وين دد. بعد دد هيجي فاعل. وين دد فاعل بعد كده مصدر. قلنا يعني ايه مصدر? يعني فيرب بين غير اي اضافات. وين دد فاعل مصدر. وين دد فاعل مصدر. خلاص? طيب هحب اجاوب. الاجابة على السؤال ده. هتخلص من وين? وهتخلص من دد. وهبدأ بالفاعل. هبدأ بالفاعل. والفاعل اللي كان في المصدر ده. هحوله لماضي. الفاعل اللي كان في المصدر هحوله لماضي. يعني متى زهبت الى هناك. وين دد. مثلا. وين دد هي جو تو هونج كونج. متى هو زهب الى هونج كونج. تبقى الاجابة هي وينت. واقول الشهر اللي هو راح فيه. الشهور كلها نحفظ مع بعض. حاجة بتقول لي ايه? ان ان ات ان ان ات شهور ايام ساعات. 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 خلاص كده يا شطار. طيب. من الفصول يا ميس. طب هنا قلنا ان ان ات شهور ايام ساعات. طب الفصول بتاخد ايه? بتاخد ان برضو. يبقى ان كمان بتيجي مع الفصول. فصول السنة اللي هما الربيع الخريف الشهور ايه. الربيع الخريف الشتاء. مع ليش احنا صايمين. كل سنة وانتو طيبين يا سنة ستة. خلاص يبقى عندي اللي مدت ويجي بعدها فترة زمنية. كده انا رجعت معاكم المنهج بتاع الجرامر بتاع يونت ايت ويونت ناين. هما الاتنين ان شاء الله اللي عنده بقات ومحتاج بس ان هو يشوف المراجعة بس. اهي. ده الجرامر اللي بيه ممكن تقفله اسئلة الاختياري كلها ان شاء الله. اللي عجبوا الفيديو ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس. قناة اسمها مس عبير خطاب. اه. ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل المراجعات اللي احنا بنزلها. اه. بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول هعملكم فيديو لكل الاسئلة المتوقعة على يونت اي ناين. يبقى احنا كده عملنا فيديو اليونت ايت. وفيديو اليونت ناين. وفيديو مجمع للجرامر. خلاص. يلا حبيبي اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.